منذ بداية الأسبوع يعقد المبعوث الخاص للرئيس الصومالي في الأمم المتحدة عبد الرحمن عبد الشكور اجتماعات مع وكالات الأمم المتحدة والدول الأعضاء في المنظمة الدولية لينقل الرسالة أنه ما زال هناك فارق كبير بين المساعدات الإنسانية الموعودة واحتياجات بلد شهد مواسما من الأمطار الشحيحة منذ عام 2020 عبد الشكور قرى في مقابلة مع وسائل الإعلام إنه يسعى إلى لفت الانتباه إلى حجم الأزمة في بلده الفقير الذي بات على حافة المجاعة من أجل حجد مزيد من المساعدات داعيا الأسرة الدولية إلى عدم نسيان الصومال مع المنافسة على الساحة الدولية في الأولويات مع أوكرانيا والتأثير المستمر لفيروس كورونا وأزمة الطاقة والأسبوع الماضي قال منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارتين جريفث إن الصومال على حافة المجاعة للمرة الثانية خلال ما يزيد عن العقد مضيفا أن الوضع أسوأ من المجاعة في عام 2011 عندما قضى نحو 250 ألف شخص أكثر من نصفهم أطفال دون السن السادسة وحذر جريفث الذي كان يتحدث إلى جانب عبد الشكور في مقر الأمم المتحدة في نيويورك من أنهم يملكون نافذة ضيقة جدا لإنقاذ الأرواح مشيرا إلى أن الأطفال هم الأكثر تضرورا فقد ارتفع عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 5 سنوات الذين يعانون من سوء تغذية حاد من 389 ألفا إلى 513 ألفا وفق لأرقام منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف